وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 550 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات 347 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 63 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسعار السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 245 طن وفي مجال البيع بأسعار السلع تم ضبط 28 طن وفي مجال البيع بأسعار السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 473 قضية من بينها 166 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 3 قضايا بمضبطات 9 أطنان ترجمة نانسي قنقر